اشتركوا في القناة الفصل الرابع هيتعرف عن نظام الاقتصادي الرأس بالي الفصل الخامس هيتعرف على النظام الاقتصادي الشراكي والمخطاط نبدأ الفصل الاول ايه المشكلة الاقتصادية الفصل الاول عندي بالكانعة مشكلة الاقتصادية مشكلة الاقتصادية تكمل في ايه في ان الحاجات بتاعتي تزايدة والموارد عندي محدودة فبتبدأ تظهر مشكلة الإقصادية لما الإنسان ما يقدرش إن هو يشبع حاجاته المتعددة بالموارد المحدودة بتاعته إيه هي أركان المشكلة الإقصادية؟ أركان المشكلة الإقصادية تلت حاجات تعدد الحاجات ونودرة الموارد وموارد غير متخصصة تعدد الحاجات حاجات الأفراد يعني إيه؟ اللي هي المطلوات المختلفة من طعام وشراب وملابس وتعليم وصحة وأمن ومتقال وغيره الحاجات عندي متعددة ومتنوعة وتتناول كل جوانب حياة الإنسان ممكن أن أميز بأنه عين من الحاجات عندي حاجات أسية وأولية وحاجات كمالية أو سنوية الحاجات الأسية الأولية هي الحاجات المتدرش الإنسان يعيش من غيرها زي الغذاء والماء والمسكن الحاجات الكمالية أو السنوية ما بيشعرش بضررتها أو يرير لما بيصبح مستوى الدخل بتاعه مرتفع نسبيا تاني ركن من الأركان المشكلة الاقتصادية ندرة الموارد يعني إيه مورد؟ النورد هو مجموعة الوسائل اللي بتستخدم في عملية الإنتاج عشان تلبي طلبات أو احتياجات الأفراد فيه نوعين عندي من موارد فيه موارد الاقتصادية زي العمال والألات والتجهات الصناعية والأرز الزراعية وفيه موارد غير الاقتصادية زي الهواء وأشعة الشمس الموارد الاقتصادية بتكون ندرة نسبيا المقصود بالنودرة عندي هنا النودرة النسبية مش المطلقة إيه الفرق بين النودرة النسبية و النودرة المطلقة؟ النودرة النسبية هي موارد موجودة لكن بنسبة أقل من موارد المطلوبة طيب النودرة المطلقة هي موارد غير موجودة أصلا في المجتمع طيب علم الاقتصاد بيهتم بإيه؟ علم الاقتصاد بيهتم بالنودرة النسبية تالت رجل من أركان المشكلة الإقصادية الموارد غير متخصصة موارد غير متخصصة يعني موارد متاحة وبتصلح لأكثر من استخدام واحد زي الأرض بتصلح للبناء وتصلح للزراء بعضنا عن مشكلة الإقصادية من خلال مرحنة إمكانيات الإنتاج وده مرحنة مرحنة بيبين كل الطرق الممكنة عشان أستخدم موارد المجتمع المتاح تاين نقطة عندي هنا منحنة إمكانيات الإنتاج بيوضح منحنة إمكانيات الإنتاج أقصى كمية ممكن أن انتاجها من سرعة والخدمات مختلفة في الابتصاد وذلك باستخدام الموارد الإنتاجية المتوفرة وباستخدام التقنية المتوفرة وده جدول منحنة إمكانيات الإنتاج هو بيوضح اختيارات متعددة الإنتاج سرعتين سين وصلا أول حاجة هبصى على البديل الأول أو البديل الألف هو المجتمع بيوجه كل الموارد بتاعته إنه هو ينتج السلعة صاد ومش هينتج أي حاجة من السلعة صاد فهينتج 150 وحدة من صاد مقابل إنه هو مش هينتج أي سلعة من صاد طيب ننزل البديل الثالث نشوفه كده هيوجه كل موارد المجتمع إنه هو ينتج السلعة صاد ومش هينتج أي حاجة من السلعة صاد إنه صاد عندي بصفر الحالتين دول هم حالتين غير واقعين أصلا لأن المجتمع عندي بيقسم موارده بين إنتاج السلع سين أو سات فبيجي البديل عندي هنا أنهما بينتقلوا على النقطة أو البديل التاني البديل التاني عندي هنا بيمثل أن هو بيوزع الموارد بتاعته ما بين أن هو ينتج 10 وحدات من السلع سين و140 وحدة من السلع سات حسب إحتياجات المجتمع فنبوث نلاقي هنا أن انتقال المجتمع من البديل الأول للبديل السادس من ألف الواو ده معناه أن أنا بزود إنتاج السلع سين وبقلل إنتاج السلع سات طيب لو انتقال المجتمع من البديل السادس للبديل الأول ده معناه أن هو بيزود إنتاج السلع سات وبيقلل إنتاج السلع سين وده بالنسبال لنا عندي هنا شرح الجدول ان الجدول بتاعي بيوضح سرعتين السرع سين وسرع صاد اللي المجتمع يقدر ان هو ينتجها بمورده المحدودة البديل الاول انتج وحدات من صاد وما انتجش من صاد حاجة البديل السادس انتج من صاد باستخدام بيوضح الجدول ممكن ان انا اقدر ارسم منحنة امكانيات الانتج منحنة امكانيات الانتج اي نقطة تقع على منحنة امكانيات الانتج ده تمثل ان ما يستطيع المجتمع ان هو ينتجه بمورده المحدودة اللي هو استخدام كامل لموارد المجتمع النقطة اللي واقع داخل المنحنة زي النقطة ايه ده معناها ان هو انتج غير مثالي مفيش استخدام امثل او عدم استخدام امثل لموارد المجتمع طيب النقطة نون النقطة نون هي واقع خارج المنحنة ودي بتكون انتاج غير واقعي لان المجتمع باقت عندي ما اقدرش يوصل ليها الا في حالة ان هو يزود الموارد بتاعته او يزود التكنولوجيا اللي بيستخدمها فانا عندي هنا نقطة به وجيم ودال وهي هي بتمثل ايه النقط اللي وقع على منحنة امكات الانتاج بتمثل الانتاج الامثل في ظل الموارد المتاح النقطة ايه هي انتاج غير امثل نون انتاج الواقعي بيطلب الوصول اليها ان انا ازود التكنولوجيا بنوضح هنا على شرح المنحنة ان اقصى كمية ممكن ان انا انتاجها هي النقاط اللي تقع على المنحنة كل النقطة الواقع على المنحنة ده اللي انا اقدر انتاجه في ظل الموارد المتاحة بتاعتي ويمثل الاستخدام كامل اي نقطة داخل المنحنة هو استخدام غير امثل اي نقطة خارج المنحنة اللي هي زي ما قلنا النقطة نون دي بتكون عادي تطلب الوصول اليها زيادة التكنولوجيا وزيادة الموارد المتاحة نشوف الفاصل التاني بيتكلم عن مفهوم وظائف النظام الاقتصادي وظائف النظام الاقتصادي ووظيفة الاولى بيقول ان ماذا انتج وكم ننتج الوظيفة التانية كيف ننتج الوظيفة التالتة لمن يكون الانتاج الوظيفة الرابعة ان هو يحافظ على الطاقة الانتاجية وينميها بما يساهم بتحقيق النمو الاقتصادي عشان احط الطريقة اللي بيتم بيها توزيع الدخل القومي على عاصل الانتاج اللي ساهمت في عمية الانتاج فقصة لايه ان الارض هنا او صاحب الارض بيحصل على ريع العمال بيحصلوا على اجور اصحاب رؤوس الاموال بيحصلوا على فايدة المنظم بيحصل على ربح اخر حاجة عندي في محاضرة النهاردة عايز اعرف ايه هو تعريف النظام الاقتصادي تعريف النظام الاقتصادي هو مجموعة من الافكار ومبادئ بتعمل على تسيير اجزاء النشاط الاقتصادي تتناسق معا وبالترابط جميعا باللي يخليني اقدر ان انا احقق اهداف النشاط الاقتصادي عن مستوى الكلي وعن مستوى الجزء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة